معرض وصحافة من قناة الشروق الإخبارية سلام عليكم وأهلا وسهلا بكم نستهل هذه الجولة الصباحية بين عنوين الصحف الصادرة بتاريخ اليوم بأبرز العنوين التي جاءت بيومية الشروق الصادرة بتاريخ اليوم إبادة الفلسطينيين بصلاح أمريكية العفو الدولية تقول أن ذخائر أمريكية قتلت 43 مدنيا في غارتين جويتين بقطاع غزة في عنوان هامشية وعنوين أخرى ضمن هذه الافتتاحية شركة صهيونية لتصنيع قمر مغربي للتجسس على الجزائر وعلى رأس الصفحة الأولى تعود مشاهدنا لموضوع الهبة والقسمة لذاء الجزائريين في التفاصيل مشاهدنا اخترنا لكم هذا المقال ويمكنكم مطالعات ما يلي في الصفحة الثانية من يومية الشروق البطش بالفلسطينيين وتجويعهم صورة مهينة للبشرية حيث شدد مكتب مجلس الأمة الأربعة على أن معاناة الفلسطينيين الذين يتعرضون لآية البطش والضمار والتهجير والتجويع في صورة مهينة للبشرية جمعاء تتنافى جملة وتفصيلا مع شروط التمدن والحس الحضارية مؤكدا أن هذه القضية تبقى في صدارة أولويات السياسة الخارجية الجزائرية وجاء في بيانة للمجلس توج اجتماعا لمكتبه بمشاركة رؤساء المجموعات البرلمانية والبراقب البرلماني أنه ينحن أمام تضحية الشعب الفلسطيني الذي قدمه وليزال الآلاف من الشهداء ويجدد ثبات الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية على مواقفها الداعمة للشعوب المفتهدة السائرة على ضرب التحرير والانعتاقة في موضوع آخر وفي قطاع التربية يأتيكم هذا المقال في الصفحة الرابعة تصريفات جديدة ورطة مستحدثة لمشرف التربية بالمدارس حيث أكد عبد الحكيم بالعابد وزير التربية الوطنية التصوية المهانية النهائية لفئة مشرفية التربية المذمجين بالمدارس الابتدائية منذ أربع سنوات إذ سيستفيدون من إجراءات إعادة التصنيف وفق شهاداتهم الجامعية من خلال استحداث رتب جديدة وتحديد المهام بدقة وذلك مباشرة عاقب صدور القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع أي في أجال أقصاها الواحد والثلاثين ديسمبر الجارية الخبر من بين اليوميات الحاضرة بمعرض الصحافة وتأتيكم بهذه العنوين الترانسفار سياسة تحجير صهيونية وتتساءل في موضوع آخر أو في عنوان آخر الاستثمار في منجم غارج بلاد لماذا؟ في الصفحة الأولى من يومية المساء تأتيكم عديد العنوين الرئيسية والتي وقفت من خلالها اليومية عند مواضيع الساعة تطالعون في صفحتها الأولى ما يلي جينات الجزائر الجديدة نوفمبرية بامتيازة وفي عنوان آخر لأول مرة أقطاب طبية بالجنوب قريبا هذا ما أعلن عنه وزير الصحة عنوين أخرى مشاهدين عدوان صهيوني ضد الأطفال والنساء ومنظمة العفو الدولية تؤكد أن الذخائر الأمريكية قتلت 43 مدنيا بقطاع غزة على رأسي صفحتها الأولى رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس الأمة عنوين أخرى أمنيا الفريق أول شنغريح يستقبل رئيس أركان جيش البرد التونسية وعنوين أخرى في التفاصيل يأتيكم هذا المقال ويمكنكم مشاهدين الإطلاع على ما يلي في صفحتي الثالثة من يومية المساء استحداث السجل الخاص بأصحاب المؤسسات الحقيقيين نظام معلومات مؤمن لتبادل فوري وإلكتروني للمعلومات حيث صدر في العدد 76 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذية تضمن استحداث السجل الخاص بالمستفيدين الحقيقيين من المؤسسات وذلك في إطار الوقاية من تبييذ الأموال وتمويل الإرهاب ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23429 الذي وقع عليها الوزير الأول السيد نذير العربوي في 29 نوفمبر الماضي والمتعلق بالسجل العموم للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائرية تفاصيل أكثر مشاهدين ضمن يومية المساء الغد الجزائري في عنوان رئيسي تقول بروكسل تعري ديبلوماسية المخزن وعنوين أخرى تعود في عنوان رئيسي مشاهدين إلى حرب الإبادة في غزة ولخبر إرسال واشنطن لعشرة ألاف طن من السلاح الأمريكي إلى الاحتلال الصهيونية دعت الجزائرين للالتفاف حولها الفاف تدافع عن بالماضية استمرار معاناة الفلسطينيين صورة مهينة للبشرية جمعاء في تفاصيل هذه اليومية اخترنا لكم هذا المقل ويمكنكم مشاهدين الإطلاع على هذا الموضوع تحفيزات جديدة للأطباء العاملين بالجنوب هذا ما كشفه وزير الصحة حيث كشف عن تحفيزات جديدة لفائدة الأطباء العاملين بولايات الجنوب وأكد الوزير لدي شرفها على وضع حيث الخدمة وحدة معالجة الأمراض السرطانية بالمستشفى المختلط سيا الحواز بولايات تندوف أمس توفير خمسين مسكنا وظيفيا ضمن التحفيزات التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الأطباء العاملين بولايات الجنوب المسار العربي من بين اليوميات الحاضرة بمعرض الصحافة المقاومة تسقط أسطورة الجيسج الذي لا يقهر في عنوان رئيسي صدر صفحتي الأولى وأمنيا إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 ألف قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب اجتماع الحكومة يتطرق إلى مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطعات وفي تفاصيل هذه اليومية اخترنا لكم هذا المقال خسائر إسرائيلية غير مسبوقة أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري الحركة حماس أن مقاوميها استهدفوا 12 آلية صهيونية في محور التوغل بشروع بيت لاهيا شمال قطع غزة كما أكدت أنهم استهدفوا مجموعات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشمالية لمدينة خان يونس وكذلك نجاح مقاوميها القسام في قنص جنديين صهيونيين في منطقة القرارة وجنديين أخرين شرقي مدينة خان يونس واستهدفوا دبابة صهيونية في محور شرقي مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105 تفاصيل أوفى مشاهدين في يومية الغد الجزائري اخترنا لكم أيضا مشاهدين من بين الصحف الصادرة بتاريخ اليوم العربية العنوين التي جاءت بها يومية القدس العربي وتطالعون مقابر غزلة تتسعى للشهداء وأمريكا منحت إسرائيل 10 ألاف طن من المعدات العسكرية وتقول أو تعلن عن استشهاد خمسة شهداء في الضفة الغربية من بينهم طفلان وأكيد مشاهدين عديد العنوين ضمن الافتتاحية لكن في المواضيع مشاهدين عادت اليومية إلى الهبة التضامنية للأحزاب الجزائرية مع القضية الفلسطينية وعنونت هذا المقال دعم فلسطين يوضيب التوجهات الإديولوجية بين الأحزاب الجزائرية وإدانة شديدة اللهجة للغرب والأنظمة المتواطئة مع إسرائيل حيث تظهر الأحزاب الجزائرية توافقا واسعا حول القضية الفلسطينية التي أصبحت في تقدير الكثير منها مسألة ذات أولوية وطنية في البلاد وهو ما يظهر في المواقف المدافعة بقوة عن المقاومة والمدينة للعدوان الإسرائيلي وتحميله المسؤولية كاملة وذلك على الرغم من الخصومات الإديولوجية بين هذه الأحزاب والاختلاف في النشر إلى الصراع القائم أيضا مشاهدين تطرقت اليومية في موضوع آخر إلى هذه الهبة التضامنية ندوات جامعية وتظاهرات شعبية في الجزائر للتعريف بالتاريخ والتراث ونضالات المرأة الفلسطينية وفي تفاصيل هذا المقال جاءت هذه المعلومات تتواصل في الجزائر الفعاليات التضامنية والرمزية لدعم صمود الشعب الفلسطيني مع التركيز على التاريخ والعادات الثقافية والتراث الشعب الفلسطيني ودول المرأة في المجتمع وقدرتها على التحمل في هذه الظروف العصيبة وأعلنت جامعة وهران غرب البلاد في هذا الصدد عن تنظيم ندواتين وطنيتين بالتضامن مع الشعب الفلسطيني بالتعاون مع متحف المجاهد ومنظمات الأسرة الثورية بحضور نخبة من الباحثين الجزائريين والكتاب المختصين والمثقفين وستتناول الندوة الأولى موضوع استلهام الكفاح الفلسطيني من الثورة التحريرية المجيدة وسياسة تهويد القدس والتهجير القصر للفلسطينيين والإعلام الغربي وكيف تناول الحرب القائمة بقطاع غزة والعدوان الصهيون المتواصل على القطاع بهذا مشاهدين نختم مع رئيس الصحافة لناهر اليوم شكرا على حسن المتابعة والإسقاء ألقاكم الأسبوع المقبل